شاركت انت مع بنفيكا في مباراة الدنادي الاهلي في مصر تقريبا من حوالي 16 سنة 16 سنة أو 17 سنة أو 16 سنة بالزبط شاركت مع بنفيكا قدام النادي الاهلي تتذكر ايه عن هذه المباراة اللي أقيمت في مصر للأسف هو بالنسبة لي هيبقى ذكريات مؤلمة يا كريم لأن طبعا احنا خسرنا اتنين واحد ولكن طبعا انا فاكر كويس جدا لما يبقى لعيب كورة جاي من اوروبا او جاي من فريق يعني اوروبي ويجي يلاعب فرق افريقية الموضوع بيبقى بالنسبة لنا مسهل زي ما اي حد ممكن نتخيله يعني المصر بالذات كمان مش افريقيا بس مصر بالذات فيها لعيبة كويسة جدا لعيبة قوية وفي اندية محترمة زي الاهلي الاهلي من زمان معروف اوروبيا معروف عالميا وفي الاخر احنا خسرنا اتنين واحد وطبعا احنا طبعا عملنا اللي علينا وفي الاخر طبعا علمونا ان احنا نحترمهم اكتر واكتر وهنفضل نحترم كل الاندية المصرية اسواء احنا كنا في الملعب بنلعب او سواء احنا بنضرب اي فريق اوروبي لازم يبقى فيه احترام كبير جدا للفرق المصرية بالذات حد زي الاهلي واي اندية مصرية بتبقى قوية لما لعبت قدام النادي الاهلي شفت النادي الاهلي وقتها شبه مين من الفرق اللي موجودة في اوروبا الاهلي مش محتاج ان انا نشبهه بفرق اوروبية الاهلي اوروبي لوحده الاهلي كفاية جمهوره يعني انت مجرد ما تخش الملعب والجمهور يهز الملعب انت بتحس ان انت نسيت الدنيا كلها وما فيها بتحس ان انت مش موجود في مصر وطبعا هو يعني مش لما اجا هشبهه هشبهه بالفريق اللي انا كنت بالعب فيه بين فيكا ولكن طبعا هو قدى مطش وقدر ان هو يتفوق على بين فيكا وقدر ان هو يوري العالم كله ان هو يقدر يغلب وبرضو يعني مش هنسى هزته الجمهور مش هنسى حب الناس للاهلي مش هنسى حتى انا فاكر ان حدي كان بيصور من المصورين نفسه لما كان المطش بيقف او حاجة كنت بشوفهم حتى هم متحمسين او للفرقة فواضح جدا ان فريق زي الاهلي اللي شعبية عالمية شعبية مصرية تابعا شكرا لكم